شهد مهرجان بريدة للتمور التسع والثلاثين السنوي تقاطر الآلاف من متسوقي ومبتاعي التمور الذي أقيب تحت رعاية سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة الكسيم وستتأكيد على أن تكون السعودية هي منبع التصدير الأول للتمور في العالم بريدة الموطن العالمي للتمور استقبلت آلافا من محبي بنت النخيل في المملكة العربية السعودية مع بدء جني المحاصل لهذا العام وتنفيذا لرؤية المملكة الاقتصادية 2030 رعا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أهل السعود أمير منطقة الكسيم مهرجان بريدة للتمور التاسع والثلاثين تأكيدا على اهتمام القيادة السعودية بهذا المنتج بصفته المنتج الوطني الأول يوجد في هذه البلاد الملايين العديدة من مزارع النخيل وهناك الحقيقة هدف استراتيجي للرؤية العشرين لأن يكون هذا المنتج إحدى عناصر الرؤية وكيفية توافقه مع الانتاج المحلي للمملكة بإذن الله تعالى نرى في الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى في سواء التحول أو الرؤية عشرين ثلاثين كيفية مساهمة مثل هذا المنتج في الدخل القومي للمملكة العربية السعودية والبوادر والله الحمد تبشر بخير منطقة القصيم جزء من الوطن والدولة لم تبخل بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبي عز حفظه الله وسموه لعادة الأمين والجهات المعنية لم تبخل على هذا المنتج مهرجاننا هذا العام الحمد لله تميز في عدة نواحي أولا أنه جاء متوافقا مع رؤية عشرين ثلاثين والذي يركز على أن التمور تكون مصدر مصادر الدخل القومي مهرجان بريدة للتمور يعتبر أكبر مهرجان في العالم لبيع سلعة التمور وهي تتخصص فيها منطقة القصيمة خاصة التمور السكري كمنتج وطني يسوق في أغلب دول الخليج ودول العالم يرد إليه تجار كثيرين من أنحاء المملكة ومن خارج المملكة يوفر المهرجان حوالي ثلاثة ألاف إلى أربعة فرصة عمل في هذا السوق وكي تكون منبعا لتصدير التمور لكافة دول العالم بذلت الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية استعدادات بشرية وميدانية ضخمة لتنظيم هذا المهرجان العالمي السنوي نحن ننتج ثلث إنتاج المملكة العربية السعودية من التمور رقم كبير الرؤية وضعت التمور نصب عينيها غزونا أوروبا في السنتين والثلاث الماضيات تسحب كميات كبيرة ما كنا في تلك الأسواق دخلنا أسواق جديدة في شرق آسيا في كل مكان السنة هذه فيه تركيز قوي تصير إلى أوروبا وأمريكا في الدولة أبلت بلاء حسنا في تصير التمور وهذا مما دعا إلى بيء كمية المخزون العام الماضي الكامل ويعد هذا المهرجان أضخم تجمع في السعودية والذي انطلق بحلته الجديدة هذا العام وهو حاصيلة أكثر من ثمانية ملايين نخلة من مدينة القصم والمناطق المجاورة لها ليبقى المهرجان القذائي الأول على مستوى الشرق الأوسط علاوة على توفير بيئة تسويقية احترافية جاذبة ذات طابع عصري يعتمد الجودة والكفاءة في الإنتاج والعرض والتسويق أصناف عديدة من التمور ازدهر بها مهرجان بريد السنوي لتلبية احتياجات جميع أهالي المملكة ويصدر الآخر منها للخارج طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين من مدينة بريدة القصم